تابعين حلقتنا ومجموعة من البرامج الحلوة نطرتكم للليلة على الام تيفي بتبدأ على الساعة سبعة تقريبا قبل الأخبار مع كل ميلة عائلة اللي بيرجع بعد ما تبعتوه حبيتوه خلال شهر رمضان المبارك ميشيل أبو سليمان بيجمع عائلتين كل عائلة مقلفة من أربع أفراد ويتنفسوا بين بعضهم على مجموعة من الأسئلة أجدتها مبنية على الإحصاءات اللي صارت مع مية شخص يوصلوا أكيد لمواجهة نهائية وإذا قدروا أنوا يربحوا الحلقة بتشوفوهن بحلقة جديدة أجواء عائلية حلوة بين الخال العم ولد العم وبين العائلة نفسها رح تتبعوها الليلة مع ميشيل أبو سليمان بتابع مع برامج ليلة الجمعة وبيرجع لكان الليلة رح نكون مع سألو مرتي والزميل محمد قيس مباشرة بعد الأخبار محمد اللي بيرجع بعد ما كمان تبعتوه خلال شهر رمضان المبارك بترك علينا هالبرنامج اللي لقى صدى حلو كتير رح يرجع ببرنامج الألعاب المعروف سألو مرتي كمان بعد ما بالإطار العائل الحلو إنما هالمرة بين الخطاب والمتزوجين بألعاب حلوة ومهضوم البرنامج بتعرفوه ومتابع بنفس الموسم بحلقات جديدة أما على الساعة عشرة فرح تكونوا مع وثائقي خاص عن الوادي المقدس ودي قديشة هالوثائقي رح يعرض مثل ما قلت الساعة عشرة المسا جولة على أهم الأديار وأهم الصوامع والمناسك والمزارات بهالوادي العظيم يلي مدرج على التراث العالمي أفكار كثيرة ناطرة هالوادي مشاريع مهمة كثير بتحطوا على خارطة السياحة الدينية والبيئية العالمية بجهود أكيد فعاليات المنطقة مقابلة حصرية وخاصة من قلب الوادي مع نائد ستريدة جعجع بالإضافة أكيد لكل هالمعلومات المهمة وبينها معلومات لأول مرة عم تنزيع وصور لأول مرة بتنشاف عن أهمية الحياة النسكية عن الاكتشافات بالمغاور محطة مهمة وحلوة ضمن وادي الأديسين الساعة 10 المساء عبر الام تيفي نحن رح نتابع حلقتنا ونكون برحلة جديدة مع زميرتنا ألسا ضمن فياج فياج بعد كم دقيقة خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر